بسم الله الرحمن الرحيم رجالت حدكم مرة تانية عايز اقول ان هناك في تطورات كبيرة جدا جدا تحدث في المنطقة اسرائيل لوحدها لم تكن لتستمر في تلك المنطقة لمدة اسبوع اسرائيل هذا الكيان المزروع بمساعدة خراطيم الاكسجين والفيتامينات وكل شيء من امريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن العالم الغربي كله السؤال الحقيقة لما زمان الدولة القومية العربية وجمال عبد النصر القومية العربية والوحدة العربية والدي لوحدها كانت كفاءة في حد ذاتها احساس بالعروبة ان هذا الكيان الغريب مزروع بينه حدث ما حدث وتفرقت الدول العربية واصبحت القومية العربية دي الناس تقولها تضحك عليها وحاجات كده الحقيقة فيه تحرك مصري زكي وواعي يعني يمكن لم يعلن ولم يبلور بس وزير خارجية مصر والرئيس المصري كان في تركيا من اسبوعين وزير الخارجية فيه كلام مع ايران اتصالات مع ايران موجود في موسكو وزير الخارجية الان فيه كلام حوالين ما يشبه التحالف تحالف الايه بقى القوى الاقليمية الحقيقية في المنطقة اللي هي مين مصر السعودية ايران تركيا وهذا ليس تحالف للشر ولا للعدوان ولكن تحالف طبيعي جدا جدا في المنطقة في الاقليم دول قوية دول لها تاريخ ودول لها حضارة ودول تعداد سكانها كبير ودول مؤسرة جدا جدا فما هو المانع ان يكون بين هذه الدول تحالف اسرائيل لعبت طول عمرها هي واجهزة المخابرات على ان يقول لك ايه ايران اخطر على العالم من اسرائيل ايران اخطر على مش عارف ايه من اسرائيل بحيث تخلي ايران هو الشيطان الاكبر وللأسف بعض المثقفين المتصهينين كانوا بيرددوا كلام كتير زي كده واصبحت حقيقة والمخابرات الاسرائيلية نجحت في انها تمرر المسألة دي ايضا كانت هناك محاولات من الجماعة الارهابية الاخوانية في تركيا لجرفها عن مصرها عارفين ان تركيا دولة علمانية والدستور بتاعها علماني حاولوا يشدوا تركيا للاخوان حتى فائت واصبحت تركيا دولة في المنطقة تشعر بوجودها وانما العربدة الاسرائيلية اللي بتعملها شيء يفوق الوصف وبالتالي كان هناك فيه مش عايزة اقول تحالف انما اقول ممكن وفيه تنصيق يعني فيه كلام مصادر بتقول ان وزير الخارجية بعد مسكن ان شاء الله يزور تهران لبحث وقف الحرب النهاردة الحوسيين عملوا موقف غير عادي وهي رسالة مهمة جدا جدا اطلقوا صاروخ فائق الصوت وصل لاسرائيل في 11 دقيقة الحقيقة وعند تل ابيب الكلام كل المحللين بيقولوا لك ايه الله ده معنى كده لو انطلق من حتة قريبة شوية لو انطلق هذا الصاروخ البلاستي من جنوب لبنان ولا من حتة تانية وكم صاروخ ده هيكسروا الدنيا في اسرائيل خاصة ان كل الزعم وكل الوهم اللي عاشت اسرائيل تسبب بيه رضع لمن حولها انها عندها القبة وعندها كذا تعطرد الصاروخ ما حد شافه وصل لتل ابيب وبالتالي ان تلك التقنية التي قام بيها الحوسي تجاوزت كل الوهم اللي اسرائيل قعدت بيها في المنطقة الامم المتحدة بتحذر من تصاعد النزاع نزع في الامم ضل الازمة انسانية والقاهرة هتستقبل الايام المقبلة وفد من جماعة الحوسيين في الامم في اطار المساء لحل ازمة اللي موجودة هناك يبقى اذا القاهرة بتلعب ادوار في منتهى الزكاء مع طهران مع تركيا مع موسكو مع الحوسيين مع لبنان مع حماس مع قطر بتتحرك اقليميا في اطار منظومة الامن القومي يعني يعني شيء رائع جدا جدا بالامس كان وزير المخابرات ووزير الخارجية موجودين في اريتريا انا يعني باختصار حضراتكم دي قبما تكون عنوين متنسرة انما في التحليل النهائي الحقيقة تكتشف ان القاهرة بتلعب ادوار شديدة الاهمية وما بتتكلمش عنها ما شفناش المخابرات المصيرية طلعت اتكلمت ولا وزير الخارجية طلعت اتكلم ولا حد تتكلم زي ما البعض بيبعبع مصر الدولة الواثقة الرشيدة بتلعب ادوارها لحماية امنها القومي في محطها العربي بهدوء ومنطق الواثق الحقيقة وبعدين في نفي طبعا كان في اسرائيل بتحاول تمرر كلام تقولك ان في تقارير عن ان قوات عربية تبقى في اطار محور فلادفلية والكلام ده غير صحيح في اتزامن مع ده ان الجنوب اللبناني يشتعل واسرائيل ونتانياهو بيقولك احنا نبدأ نوسع الحرب ونبدأ نعمل ونعمل في نفس كلام تقريبا ان كان فيه كلام على ان حماس بتعمل حكومة بتشكل حكومة تقريبا يعني تبقى جاهزة لإدارة القطاع تبقى موجودة هناك